بتحضري نفسك ازاي قبل ما تسافري كل بلد يعني انتي واحدة دلوقتي متخصصة في الموضوع ست بتاعت سياحة اكيد بيكون عندك بروجرام انتي مش مسافرة طبعا يعني تمشي كده في الشوارع وخلاص انتي عندك بروجرام حتى اماكن معينة في بالك عايزة تشوفيها اكيد من اي المعالم المهمة الاثرية لو في مكان اثري لو في مكان ثقافي لو في مكان فيه سياحة شاطئية لو في مكان فيه اكل اكيد عاملة بروجرام لالسفرية دي بتوضي بيها ازاي وتعمليها ازاي من كتر ما مبسوطة ببعض شهر قبلها ووضي بدي طبعا بقرة كتير عن البلد اللي أنا رايحها ايه الحاجات اللي مسموح بيها ايه الحاجات اللي مسموح بيها يعني أنا كان مثلا سنجابور او سنغافورة كان الحاجات الممنوعة انك اكل لبان تدفعي 500 دولار غراما لو لقوتي بتاكل لبان فدي كان لازم حاجة كنت تقارى عنها قبل ما اروح وفي بلاد كتيرة كده بتعلمك مثلا ان في حاجات مسموح بيها في البلاد دي وفي حاجات مش مسموح بيها طريقة اللبس مثلا المحلات تقفل الساعة كام عشان الواحد يبقى رايح مستعد انه يستغل كل دقيقة في انه يتفاصل صح مش انه هو يعمل البلاننج هناك ويلاقي نفسه فاتو حاجات وحاجاتها في حاجات بنحجزها من بدري كمان السفر في مواقف في مواقف كتيرة يعني ممكن مرة مثلا تكوني في مكان ليه رولز معينة زي ما انتي بتقولي ليك خواعد معينة تعرضت الموقف مختلف اتصرفتي بطريقة مختلفة المكان ما بيسمحش بالتصرف ده يعني احكيلي بقى كده عن موقف في بلد من البلاد اللي روحتيها اثر فيكي اثر فيكي هو يمكن ده الموقف اللي حضر في دماغي دلوقتي بس انا فاكرا انا كنت في الهايت بارك في لندن وكنت سمع اغنية ام كالسوم طب بالنسباني ام كالسوم في لندن اه حاجة غريبة وفي جنينة وكلهم اجانب هناك فدلت ماشية في التجاهة الاغنية لحد ما الصوت عالي عايزة لحد ما توصلي للسورس اللي جاي منه انا بنت قادة فاضية بقى انا واريش حاجة باتماشية في البارك في دلت ماشية لقيت اسرة خالجية كانوا قاعدين هما من الصعودية وقاعدين وبيسمعوا اغاني ام كالسوم فطبعا لو بدلت بصّلهم فبصوا لي فكلموا لي بالانجليزي هما مش عارفين بقى طبعا فقدموا لي شيء فاعدت معيهم وقيتم دلت مصرية وشديني ناينة سمعت اغاني ام كالسوم فرحبوا بي واعدت معيهم وكملت اليوم معيهم اصلا احنا اتغدينا سوا شربنا الشاي والصدفة اللذيزة انهما كانوا عايشين في مكة وانا كنت عايشة في مكة برضو من حوالي عشر سنين فطبعا بعدنا نحكي ونتكلم ومكة وذكريات بقى وكلام واكل وشاي وقاعدات بطيف ام كالسوم هي السبب يعني في التعارب اعتقد ان البلاد العربية كانت اكتر البلاد اللي حسيتي بيها بالالفة من ناحية الشعب من ناحية العادات من ناحية التقاليد من ناحية انت مصرية وليكي برضو عاداتك وتقاليدك في اي بلد من البلاد التانية حسيتي ان فيهم مننا فيهم من روحنا شبهنا اه شوية الناس بالزبط انت خاتيها من طرف الثاني البلاد اللي بتطل على البحر المتوسط هم شبهنا جدا صوت عالي وترحاب هي الأنجي الرهيبة. وطبعا لما يعرفوا أنت من مصر لا بيبقى فيه إكسايت من كده في عينيهم. قادر أقول كده في أسبانيا وإيطاليا. دول أكتر بلدين حاسيت أن الناس فعلا فيهم من قوي. شكلهم شرقي زينا كده.